اه خلينا ناخد معلومات عن بيض البط مدى بتكون الجنين داخله. احنا حكينا طبعا فيديوهات قبل هيك. بس في فرق بينه وبين بيض الدجاج. راح نشوف هسا في الفيديو كم يوم بستغرق ان تكوين اه الشرايين او ظهور انه البيض في اجنة. اه البط والدجاج. خلينا نسمع المقطع تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بالجميع. معكم مصطيف طربة الطيور والحيوانات. اه طبعا ان شاء الله بدنا نحكي اليوم عن بيض البط. اه طبعا راح نحكي عن اليوم نخصصه للتكوين الجنين داخل البيضة او ظهور اول علامات بانه البيض فيه جنين. عن بيض البط والدجاج والفرق بناتهم ومتى يتم التقليب بعد عقد البيض. اه ان شاء الله اه قبل ما نخش بالتفاصيل ما تنسونا كمان معلش بنغلبكم معنا بالاشتراك واللايك والتعليك اذا بتشوفوا هالمحتوى اه بستاهل الاشتراك. شكرا لكم ويعطيكم العافية. المهم اه هون بيض البط اه صلوا ما يقارب في الفكاسة اه اليوم اليوم الخامس. يعني يوم له اليوم الخامس. اذا انتو بتلاحظوا وبتدققوا شوي بتشوفوا عروق الدم موجودة بشكل طفيف يعني بسيط داخل بيض البط. هذا الفرق بينه وبين بيض الدجاج. اه بيض الدجاج بيعقد قبل بيض البط ما ما يقارب بيومين. يعني اه هسا احنا حطينا بيض البط وبيض الدجاج بنفس الموعب. تمنطعش الشهر. اه صلهم ما يقارب اليوم الخامس. لاح نلاحظ فرق في تكوين الاجنة داخل بيضة الوز. اه عفوا بيضة البط وبيضة الدجاج. اه بيستغرق وقت اكتر اه بيض البط في تكوين الجنين بس مش وقت فارق كبير لا فارق ايام بس يوم يومين. اللي بيحكي لك تمن ايام متسع ايام بصراحة كتير. بس هو يفضل انك تستنى عليه اسبوع كامل عشان تتأكد بانه اه في اجنة قبل ما تتلف البيض. ممكن يستغرق اه اه يومين زيادة عن البيض الدجاج. منلاحظ هون البيض الدجاج اللي بصراحة واضح جدا الجنين داخل البيض في عمر برضو خمس ايام. وهون كمان يعني احنا بلشنا نقلب فيه من من المبارح. لانه عاقد الدجاج اللي متكون الجنين داخل البيضة بشكل واضح. فهون راح يتم التقليب لهم. وكمان حتى بيض البط باليوم الخامس او السادس مكسوما لازم نبلش التقليب حتى لو لاحظنا وجود الاجنة اه بشكل بسيط. شايفين هاي كمان بيضة اه دجاج وحطناها بنفس الموعد بطمانتاشر شهر. بس ملاحظ انه الاجنة هون او الجنين داخل البيضة واضح بشكل اه جد يعني واضح بشكل اه طبيعي. اه ما بده تطقيق عشان انت تلاحظ الجنين حتى القلب متكون وفيه نبض اه داخل البيضة وفيه حركة للجنين داخل البيضة. هذا بيض الدجاج. بيض الدجاج بياخد وقت اقل طبعا بالفقس وبتكوين الجنين. اه اما بيض البط بصراحة ممكن يستقرق ظهور الجنين فيه. اذا كان وضع الفقاسي عندك كل امورها تمام. ما فيه اي مشاكل والحرارة يعني تعتبر جيدة. اه مش نازل كتير او يصمح الله مرتفعة. اه راح يتكون الجنين اه في داخل البط البط ما يقارب اه ماكسيما من اربعة لخمس ايام ست ايام اعلى حد لان تظهر النتيجة. اه بس معلش لو صبرت كمان اسبوع عليهم يعني يعني سبع ايام معلش اصبر اصبر لغاية سبع ايام او تمن ايام بعدين بتقرر بانك اه 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 تتلف البيض هاد وتخرجه من الفقاسة. اه طيب السؤال ليش اصبر عليه طالما انك بتحكي خلال اربع خمس ايام لازم تظهر نتيجة البيض. طبعا اه تقريبا كل البيض لازم خلال اربع خمس ايام ماكسيما ست ايام تظهر نتيجة البيض بتفاوت حسب انواع البيض بس ماكسيما اكتر من ست ايام لازم يكون الشرايين والاجنة كونات. في بعض احيان بتكون توزيع الحرارة داخل الفقاسة مختلف. في بيض بتوصل لحرارة ضعيفة جدا بتكون مثلا تاتة وتلاتين او او اربعة وتلاتين. هذا البيض بتأخر يومين زيادة عن البيض الاخر اذا كانت الحرارة بالفقاسة غير موزعة بشكل منظم. وممكن تحصل بنسبة قليلة. بس هي بتحصل بعض احيان. فهنا في بعض بيض اللي ما مش وصلته الحرارة اللازمة لتكوين الجنين بياخد وقت اكتر. هو ما بيتلف بس بياخد وقت اكتر. في اغلب الاحيان ما بيتلف. ما او ما بيخرب هذا البيض اذا كانت اموره تمام وفيه تخصيب كل اموره تمام. عشان هيك احنا بنحكي في اختلاف. شايفين هون. هاي بط البط فيها جنين الحمد لله. النقطة الحمراء انتو شايفينها جوا هاي. اللي هي فاتحة مش داكنة. يعني انه سمح الله جنين متوفي. لا هذا فيه جنين. اه طبعا بالتصوير عندي اوضح. انا شايف الجنين وشايف النبض. اه بس يعني الرؤية التكوين الجنين بسيط جدا. اه ممكن يزيد يوم او يومين. عن بيض الدجاج او اي بيض ثاني اقل من الى بيفكس اقل من اه من اه من اكسرين واحد وعشرين يوم متل بيض الفري كمان. بيضهر النتيجة عليه بتلات ايام. يعني بيض الدجاج من خلال تلات من يوم لثلات ايام اربع ايام مكسوما بتلاقي الكلب الجنين اتكون. وظهر بشكل واضح. اما بيض البط ممكن يستغرق خمس ايام زي ما حكناكم عمر البيضة هاي اربع ايام واليوم الخامس موجود فيها منحكي عن بيض البط طبعا موجود فيها الجنين وموجود فيها النبض بشكل طبيعي بس الرؤية بسيطة لانه لسه ببداية تكوينه يعني يدوبه متكون بس بعد يومين تلاتة بيظهر بشكل اوضح كتير طيب عند اضهار الاجنة داخل البيضة بعد سواء تلات ايام او اربع ايام او خمس ايام لازم يتم تقليب البيض حكينا اهمية التقليب للبيض بتمنع التصاق الاجنة داخل البيضة بساعد كتير في الفقس بشكل طبيعي طبعا مع الحفاظ على الرطوبة والحرارة في اول ايام واخر ايام بنرفع الرطوبة شرحنا كتير بمقاطع عن اسلوب البيض وكيف تتعامل معه وحكينا عن بيض البط بيحتاج بعد اليوم 12 او 14 لتبريد وخروجه من الفقاسة بيختلف عن الدجاج يعني احنا حطين بيض البط هاتسا مع بيض الدجاج بس انا لما ييجي معاد 14 يوم لبيض البط بتم تبريده وخروجه من الفقاسة بيختلف بالتعامل عن بيض الدجاج الطرابي سواء الرومي او الدجاج بشتى انواعه طبعا زي ما حكينا لكم انه لازم تفحصوا البيض دائما وباستمرار كمان خلال مراحل الحضانة او الفقاسة بحيط لو في اي بيض فاسد بعد ما تمر الايام المناسبة يتم عزله فورا واتلافه خالج الفقاسة علشان ما يصير عندك مشاكل وتصريب لغازات سامة من داخل البيض للاجنة اللي موجودة في البيض حية وهذا مدر جدا بتمنى المقطع يكون مناسب يعطيكم العافية شكرا لكم الله يسعدكم يا رب